مش معنى ان في عندنا طالب بدأ مذاكرة بدري او بدأ مذاكرة من شهر ثمانية مثلا وطالب بدأ مذاكرة من شهر او اثنين او ثلاثة يبقى اللي بدأ الاول هو اللي يجيب تأدير اعلى او يجيب درجات اعلى مش من باب اللي سبق اكل النبأ وخيره دليل على الكلام ده قصة سيدنا سعد بن معاذ سيدنا سعد اسلم تقريبا وهو عنده تلاتين سنة مات وهو عنده ستة وتلاتين سنة يعني عايش في الاسلام حياته كلها على بعض في الاسلام ست سنوات بس لما سيدنا سعد مات اهتز عرش الرحمن اهتز عرش الرحمن لموت سيدنا سعد تخيل بقى معايا لو احنا بنحسبها بالارقام يبقى الناس اللي عاشت عشرين سنة وتلاتين سنة واربعين سنة في الاسلام هي الاولى ان يحصل معها كده فالموضوع ليس بالارقام ربع نصيحة عايزة اقولها لك ودي هتفيدك جدا جدا في حياتك اعمل اللي عليك وملكش دعوة بالنتائج ربنا دايما بيطالبنا بالعمل انت اعمل اللي عليك على قد ما تقدر اعمل يجي عليك الوقت وانت بتشتغل وانت بتفزل جهد بازلت جهد النتيجة كانت عاملة ازاي؟ مش مهم مش مهم النتيجة لو انت شايف ان انت بازلت جهد وما دخلتش الكلية اللي انت بتحلم بيها او الكلية من الكليات القمة اللي انت متوقعها متزعلش متزعلش لاني ما تعرفش الخير ليك فين ممكن تظن الخير ليك في كلية معينة ربنا دخلت كلية تانية يفتح لك فيها يخليك تبدع فيها ودا حصل معنا كلنا كلنا تقريبا كان نفسنا نخش كلية من كليات اللي احنا كنا فاكرين ان هي قمة وربنا مكرماش بيها ودخلنا كليات تانية لو رجع بينا الزمن تاني وتحطوا قدالنا الطريقين نختار الطريق بقى اللي احنا كنا متخيلين اللي هو ده القمة ولا الطريق اللي ربنا اختارهن انا عن نفسي والله الاختار نفس الطريق اللي ربنا اختارهلي انا كنت متخيل ان اي حاجة غير كده انا هبقى سعيد بيها وان الطريق ده ممكن ما بقى سعيد بيه لكن فجئك في النهاية ان انت بازلت جهت عملت اللي عليك ملكش دعو بالنتائج ليك بقى ان ربنا يراضيك وربنا هيراضيك ما تشلش هم النقطة دي ثق في ربنا